حادثة السفينة بويبالو 1968 ميلادي الحلقة 146 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات حادثة السفينة بويبالو 1968 ميلادي سفينة أمريكية مزودة بأجهزة إلترونية ومخصصة للتجسس وجمع المعلومات ببحر اليابان أسرتها دورية تابعة لطوريا الشمالية في 23 تانون الثاني يناير 1968 ميلادي عند دخولها المياه الإقليمية لطوريا الشمالية وأرغمتها على التوجه إلى ميناء دونسان وعليها 83 بحارا لاحت نذو الحرب في آسيا على أثر أسر السفينة اتخذت أمريكا إجراءات الطوارئ والتاهب للقتال في بعض طواعدها في الشرط الأرصى وبين قواتها العاملة فيها كما أعلنت الطوارئ في بحرية توريا الجنوبية ووجهت إنذار إلى توريا الشمالية لإطلال صراح السفينة لم يصلح التهديد الأمريكي في فتر أسر السفينة ولجأت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الذي عقد في 26 تانون الثاني يناير 1968 ميلادي ونضاء للخلافات الشديدة بين عضاء المجلس تأجلت جلسات المجلس إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق في المشاورات الجانبية أذعنت الولايات المتحدة أخيرا ووافقت على إجراء بحث الأزمة عن طريق لجنة الهدنة الكورية وأجرت اتصالات سرية مع توريا الشمالية في تشرين الأول أرتوبر 1968 ميلادي قدم بحارة السفينة التماسا إلى حتوم توريا الشمالية اعترفوا فيه بالجرائم التي تتبوها ضد توريا من خلال عمليات التجسس واعترف طمطان السفينة لويد مارت بونشي بأنها كانت داخل مياه توريا الشمالية عندما استولت عليها البحرية الكورية في الثالث والعشرون تنون الأول ديسمبر 1968 ميلادي أطلق صراحة البحارة بعد قيام الولايات المتحدة بتوقع وثيقة وصفت بأنها اعتراف واعتذار أقرت فيه بجانمتها بعد الحادث لجأت الولايات المتحدة إلى الاستعاظ عن السفينة بالطائرات في التجسس أصبح الحادث مادة للدعاء الانتخابية في معاقة الرئاسة خلال عام 1968 ميلادي أخذ نيرسون طوال جوالاته الانتخابية يشير إلى أن دولة من الدرجة الرابعة من حيث القوى العسكرية استطاعت أن تحطم هيبة السلاح البحي الأمريتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد مجدد مجدد